بسم الله والحمد لله طبعا نحن نعيش منذ خاصة في الأشهر الثلاثة الأخيرة نشهد ونعيش ونشاهد حالة تخبط شديد في المملكة العربية السعودية في سياساتها الداخلية والخارجية واليوم يأتي هذا القرار وهذا يؤكد فعلا ما تفضلت به من وجود قرارات سرية وسياسات سرية ومخططات سرية لأنها لم تشرح كما ذكرتم ولم توضح ولم يمهد لها فمعناه هناك مخططات سرية ربما لتنفيذ ما سبق أن ذكره السفير الإماراتي في واشنطن وهو أن هذه الدول أو ما يسمى اليوم بدول حصار ضد قطر تعد تحولات عميقة وتوجها جادا وحتيثا نحو علمنة المجتمعات في هذه الدول الأربعة فإذا على كل حال نحن في كل يوم أصبحنا تقريبا أو في كل أسبوع نشهد مفاجأة من العيار الثقيل من هذا القبيل نحن أنا شخصيا لست ضد الحد أو وقف الخطاب التطرف وخطاب الكراهية ولكن أن يأتي الأمر في سياق هذا الاضطراب وهذا التخبط وأن يأتي بهذا جيش يتم عزله دفعة واحدة آلاف من الخطباء وهؤلاء الآلاف كانوا خطباء منذ سنين فهل كانوا ينشرون التطرف منذ عشر سنين وعشرين سنة وهل كانوا يدعمون الإرهاب وهل كانوا يمولون الإرهاب إذا كانت المملكة اليوم لا تتساهل كما قال الوزير لن تتساهل مع تمويل الإرهاب فهل معناه أن هذا اعتراف بأن تمويل الإرهاب كان جاريا في المملكة وكان يرى وكان يعرف وكان يتساهل معه واليوم لن يتساهل معه على كل حال هذه العملية هي اعتراف كبير جدا ضمني إلا أن يتدارك الأمر ويصحح ويوضح للرأي العام وللمسلمين جميعا هو اعتراف ضمني بأن المملكة العربية السعودية تضم جيشا من المتطرفين يعتلون منابر المساجد ويسيطرون على التعليم ويشكلون العقليات ويصدرون هذا التطرف إلى العالم الإسلامي كيف ستفعل السعودية هؤلاء الخطباء وهؤلاء الدعاة وهؤلاء العلماء كانوا وما زالوا إلى عهد قريب يجوبون العالم بتمويل سعودي ينصرون هذا الفكرة نفسه هل سيعتذرون للعالم الإسلامي هل سيعوضون ما جرى من خسائر وإرهاب هذا اعتراف الآن من الدولة بأنها تؤوي وتمول وتعطي رواتب لآلاف الخطباء وربما بعد أسبوع أو شهر آخر نرى آلافا آخرين يتم عزلهم وسنرى آلافا من الأساتدى والمعلمين والمعلمات يعزلون أيضا بنفس السبب فإذا على كل حال هناك تخبط هناك غبار شديد وكثيف يجعلنا نتحير ونتساءل على كل حال هذا التخبط وهذه الزوابع في جميع الحالات ليست أمرا صحيا ولا تبشر بخير بالنسبة لبلد نرجو له ونتمنى له كل خير أنا أعتقد أن ما عرف في تاريخ المملكة السعودية والدولة السعودية من تحالف وتنائية بين المؤسسة الدينية والمؤسسة السياسية السعودية هذا أمر انتهى الآن ليس هناك إلا مؤسسة السعودية المؤسسة السياسية المؤسسة العائلية تحكم البلاد وتنحي هذه المؤسسة الدينية لأنها أصبحت تعبئا عليها ولم تعد قادرة على تحمل تبعاتها ولا مطالبها فالآن يمكن أن نقول عصر هذا التحالف وهذه الثنائية في السعودية قد انتهى وبوادر انتهائه كانت منذ سنوات ولكن الآن ظهرت الأمور بشكل واضح ليس هناك مؤسستان تحكمان المملكة السعودية هناك مؤسسة واحدة هي المؤسسة العائلية السعودية وهي التي تقوم الآن بتصفية المؤسسة الأخرى التي كان لها وجود وكان لها تأثير سلبي أو إيجابي هذا موضوع آخر ولكن كانت الدولة هي التي تحملها وهي التي تمولها في الداخل والخارج والمملكة العربية السعودية بدعاتها وأطنان كتبها التي تحرق الآن في الصفارات والقنصليات والملاحق التعليمية كانت هي التي أفسدت الشباب المسلم وأفسدت الحركات الإسلامية عبر العالم الآن يتم التخلص من هذه المؤسسة ومن إرتها ومن تركاتها فليس هناك مؤسستان الآن عمليا انتهى هذا العهد إن كان هذا العهد قد وجد منذ سبعين أو ثمانين سنة الآن هذا العهد انتهى الآن المؤسسة العائلية الحاكمة تصفي كل ما لا يروقها وكل ما يمكن أن يشوش على سياستها المطلقة ولكنها رغم ذلك هي في مأزق دكتور أحمد ريسوني السلطة السعودية هي حاليا في مأزق حقيقي يعني تواجه مشاكل حقيقية في ما يتعلق بمناهجها الدينية ما هو المطلوب الآن من السلطة السعودية للتخلص من هذا المشكلة أو هذا المأزق المطلوب هو إصلاح سياسي حقيقي شامل في المملكة العربية السعودية لتعيد بناء نفسها لتعيد بناء سياستها ومنظومتها التعليمية والسياسية والحقوقية لكن الآن هذا لا يتم هناك الآن فقط بطش وتصفية لكل ما يشتم منه أو يظن به أو يتوقع منه أنه سيشوش على هذه المرحلة وعلى المرحلة المقبلة ليس هناك أي إصلاحات هناك عمليات بهلوانية خادعة مثل قضية السيارات مثل قضية فتح الملاعب للرقص والاختلاط هذه كلها أمور خادعة لسهناك إصلاح حقيقي هناك إيغال في الاستبداد والتطرف في الاستبداد والتطرف في البطش وتعلمون ربما الكلمة الشهيرة الآن التي قالها الأستاذ جمال خاشقجي وهو كان من أبواق النظام إلى وقت قريب قال السعودية الآن غير السعودية التي عرفتها بالأمس والآن لا أحد آمن في السعودية إذن يحيى عسيري في دقيقة في الدقيقة الأخيرة يحيى لا لا إذن